حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوبا عن محمد قال استعمل الحكم بن عمرن الغفاري على خراسان قال فتمناه عمران بن حسين حتى قيل له يا أبا نجيد ألا ندعوه لك قال لفقام عمران بن حسين فلقيه بين الناس قال تذكروا يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعطى لمخلوق في معصية الله قال نعم قال عمران الله أكبر حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن الصامت قال أراد زياد أن يبعث عمران بن حسين على خراسان فأبع عليهم فقال له أصحابه أتركت خراسان أن تكنا عليها قال فقال أني والله ما يسرني أن أصلي بحرها وتصلون ببردها أني أخاف إذا كنت في نحور العدو أن يأتيني كتاب من زياد فإن أنا مضيت هلكت وإن رجعت ضربت عنق قال فأراد الحكم ابن عمرن الغفارية عليها قال فانقضى لأمره قال فقال عمران ألا أحد يدعو لي الحكم قال فانطلق الرسول قال فأقبل الحكم إليه قال فدخل عليه قال فقال عمران للحكم أسمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لطاعة لأحد لأحد في معصية الله تبارك وتعالى قال نعم فقال عمران لله الحمد أو الله أكبر حثنا محمد بن جعفر حدثنا سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما من بني غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة حنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا هشام عن محمد قال جاء رجل إلى عمران بن حصين ونحن عنده فقال استعمل الحكم بن عمرن الغفاري على خراسان فتمناه عمران حتى قال له رجل من القوم ألا ندعوه لك فقال له لا ثم قام عمران فلقيه بين الناس فقال عمران إنك قد وليت أمرا من أمر المسلمين عظيما ثم أمره ونهاه ووعظه ثم قال هل تذكروا يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعطى لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى قال الحكم نعم قال عمران الله أكبر حنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن عاصمين الأحوال قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرن الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم قال سألتم محمدا عن حديث عمران بن حسين قال نبئت أن عمران بن حسين قال للحكم الغفاري وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعلم يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعطى في معصية الله تبارك وتعالى قال نعم قال عمران الله أكبر الله أكبر حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد أخبرنا يونس وحميد عن الحسن أن زيادا استعمل الحكم الغفاري على جيش فأتاه عمران بن حسين فلقيه بين الناس فقال أتدري لما جئتك فقال له لما قال هل تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أميره قاع في النار فأدرك فاحتبس فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالا لو وقع فيها لدخل النار جميعا لا تعطى في معصية الله تبارك وتعالى قال نعم قالا إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث حدثنا هاشم حدثنا عبد الصمد بن حبيبي بن عبد الله الأزدي قال حدثني أبي عن الحكم بن عمر الغفاري قال دخلت أنا وأخي رافع بن عمر على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة فقال لي عمر بن الخطاب هذا خضاب الإسلام وقال لأخي رافع هذا خضاب الإيمان حسنا عبد الرزاق أخبران معمر عن غير واحد منهم أيوب عن أبن سيرينة أن زيادا استعمل الحكم بن عمر الغفاري فقال عمران بن حسين وديدت أني ألقه قبل أن يخرج قال فلقيه فقال له عمران أما علمت أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لطاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى قال بل قال فذاك الذي أردت أن أقول لك